موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العنوين في الصحف والمواقع الإلكترونية موسيقى البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ ميليشيا الحوثي تحتجز منزل أكاديمي مختطف لديهم منذ ست سنوات منظمة حقوقية توثق حالات سرقة ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية الإعلان عن فتح الطريق الصحراوي بين مأرب ومديريات حريب وعين وكالة ثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية ميون لحقوق الإنسان توثق استمرار الحوثيين في سرقة المساعدات الأممية وتطالب بمحاسبتهم إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في الإمارات بعد تدهور حالتها مطالبات واسعة للمنظمات الدولية بإنقاذ الحماد المختطف لدى الميليشيا الحوثية بصنعاء السحل الغربي أوردلاتي مصدر بالمهام الخاصة تصفية القيادي الحوثي في الصف الأول يحيى الوادع بصنعاء وولستريت جورنال تلمح لدور إيراني في الهجوم الذي تبناه الحوثيون على أبو ظبي حزب الله والطائرات الإيرانية المسيرة في اليمن أدوات طهراء لزعزعة أمن المنطقة وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية مسام ينتهي من تطهير الطريق الرابط بين حريب وعين من الألغام الجوف استعادة مواقع جديدة وفرض حصار على معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الخاضع للحوثيين محطات الكهرباء الخاصة خدمة أساسية تدر أرباحا خيالية على التجار وميليشيا الحوثي في دمت في موقع نيوز يمن نقرة صممت أدوات إيران كل معركتها على حشر اليمنيين بين جبال البلق ففتحت الإمارات خيارات الحرب الالتفاف أمريكا تتوعد بمحاسبة ميليشيا الحوثي على هجوم أبو ظبي موقع المنتصف أورد الآتي حريب شوكة الميزان بالحرب ومفتاح النصر الكبير الحديدة تعرف على شبكات التتار التي تحصد المدنيين بشكل يومي نمر يفترس عاملا في حديقة الحيوان بتعز موقع عدن الغطة العناب بالعناوين التالية محكبة بصنعات تخلي سبيل المتهم بمحاولة قتل الفنان شهاب الشعراني قوات العمالقة تعثر على عبوات وألغام حوثية داخل كراتين إغاثية تابعة للأمم المتحدة السعودية مبادرتنا لإحلال السلام في اليمن لا تزال مطروحة من الصحف العربية الشرق الأوسط الجيش والمقاومة بإسناد من التحالف واصلان تقدم في مأرب في موقع الحدث الإخباري نطالع اليمن بالأسماء قيادات الحوثية متورطة في نهب المساعدات بومبيو الحوثيون يعرضون حياة الأمريكيين للخطر وبايدن يرى أنهم ليسوا إرهابيين وأخيرا من سبوتنيك استهداف الحوثيين للإمارات هل يؤثر على سير المعارك في شبوى ومأرب الحوثي إرهاب عالمي تحت هذا العنوان أورد الصحفي عبد الحميد الشرعبي مقالا جاء فيه كل يوم يمر تثبت مليش الحوثي للعالم أنها جماعة إرهابية خضرها يتعدى اليمن والحدود إلى المصالح العالمية والإقليمية فبعد أعمالها الإرهابية بحق التجارة العالمية في مياه البحر الأحمر واعتدائها على سفن التجارية بالزوارق المفخخة حينا وبالألغام البحرية حينا وبالاختضاف حينا آخر آخرها اختضاف سفينة رواب التجارية الإماراتية انطلاقا من موانئ الحديدة التي ثبت للعالم أنها تستخدمها لأغراض عسكرية ما يجعلها خضرا على الملاحة الدولية خدمة للمشروع الإيراني ها هي اليوم تتبنى الهجوم الإرهابي على المشآت المدنية الإماراتية النفطية والمضار في العمق الإماراتي سواء نفذ الهجوم من بوارج إيرانية أو من ميليشياتها في العراق بعبور المسيرات الانتحارية المصدحة المائية للخليج حتى لا تكشفها الرادارات يثبت للعالم أن ميليشي الحوثي خضر إرهابي يتعدى اليمن إلى العالم ومصالحه والاقتصاد العالمي والإمدادة النفطية للسوق العالمية ويأتي هذا الهجوم على الإمارات بعد الوجع الكبير الذي تلقته ميليشي الحوثي وإيران من خلفها بالهزائم الكبيرة لقوات العمالقة لعناصرها وقتلها العديد من القيادات الإيرانية والحوثية التي كان يعتمد عليها الحرس الثوري باليمن على يد قوات العمالقة مؤخرا بشبوة ونعتهم إيران بنفسها وبعد فشل الوكيل الحوثي في المواجهة الميدانية لقوات العمالقة المدعومة من الإمارات وانهيار مع نوهيات ميليشياتها تدخل الأصيلة والمشغل إيران بنفسه طارة بمحاولة إيقاف الإنهيار في صفوف ميليشياتها وتقديم مبادرة لإيقاف الحرب حفاظا على المكاسب التي حققتها سابقا ميليشياتها قبل الخسائر الكبيرة لها وعندما فشلت تدخلت للضغط على الإمارات بعمليات إرهابية ينفذها الحرس الثوري وتتبناها ميليشي الحوثي لتصنع لنفسها نصرا وهميا وتتحمل المسؤولية بدلا عن مشغلها إن تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية في اليمن ومساندتهم للشعب اليمني وشرعيته في اتفاع عن جمهوريته وعروبته وسلمه الأهلية واندماجه في المجتمع الدولي وتعايشه مع العالم هو إدراك مبكر لخضر هذه الميليشيا وإرهابها على المنطقة والأمن والسلم الدوليين وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع نيوز يمن تحت عنوان الأطماع الإيرانية تتجاوز بوابة مضيق هرمز لتهدد أمن البحر الأحمر تشكل إيران خطرا على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر لا سيما وأن قرابة 25 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع تمر سنويا من المضيق تمثل نحو 12% من التجارة العالمية وتقريبا أربعة ملايين برمي النفط تمر عبره يوميا وسارع الطهران منذ عام 2014 عبر أدواتها الحوثيين للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية في البحر الأحمر والمناطق الساحلية وأهمها مضيق باب المندب وتعرضت الملاحة إلى تهديد من خلال استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر وجعلت الأهمية التي يمثلها مضيق باب المندب من هذا الممر المائي موضع تنافس وصراعات معقدة بين مختلف قوى الاستعمار والنفوذ والتسلط الدولية أو الإقليمية ذلك ما جعل الأطمع الإيرانية تندفع إلى هذه المنطقة بعد أن تجاوزت أطمعها بوابة مضيق هرمز وبحر العرب وبحسب المراقبين فإن هناك وجودا حقيقيا لإيران في اليمن وأن هذا الوضع خطير وسيولد كوارثة حقيقية على الأصعدة كافة وعلى المجتمع الدولي أن يعيم خاطر الوجود الإيراني في البحر الأحمر بسبب الصراع على الممرات المائية لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من القاهرة الدكتورة سمية عسل الكاتبة والباحثة السياسية دكتورة مرحبا بك أهلا مرحبا لحضرتك تحية وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف فاصل ونبدأ نقاش دكتورة سمية يعني إيران بحكم موقعها الاستراتيجي تتحكم بمضيق هرمز لكن ما خطورة أن تعبث بأمن وحركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب عبر ذراعها ميليشيا الحوثي هو بداية يعني دعني أقول عيشي بلادي عاش اتحاد إمارتنا عشتي لشعب دينه الإسلام ونهجه القرآن بسم الله حصنتك يا وطن رحم الله ضحايا الذين يعني لقوا حتفهم نتيجة يعني الاستهداف الحوثي الخبيث لمطار أبو ظبي والمنشآت النفطية في مصفح أبو ظبي وأن كل أبو خالد الفخر كلنا جنودك يا أبو خالد والله ولو أمرتنا أتيناك زحفا من القاهرة حتى صنعاء لننضم لجنود التحالف العربي ولا ننضم للعمل ضمن قوات الإمارات داخل صنعاء داخل اليمن كجندي إعلامي ولي الشرف وهذا أقل الواجب يعني أقدمه لوطن الثاني الإمارات حفظ الله الإمارات أرضا وشعبا وقيادة رجوعا لسؤال حضرتك يعني العبس الإيراني في المنطقة ليس بجديد إيران تحاول أن تفرض سياستها وتفرض رؤيتها الخبيثة ومساعيها الخبيثة على المنطقة من خلال عدة أوراق ضغط أولهم طبعا كما ذكرت حضرتك وهو يعني العبس داخل الممرات المائية الدولية العبس بالمصالح الدولية كنوع من أنواع الضغط على المجتمع الدولي ليقبل بسياسات إيران العدائية تجاه دول المنطقة وليمرر سياسات إيران الخبيثة وأفعالها الخبيثة على الأرض من دعم للميليشيات الإرهابية في اليمن عن طريق الحوسي ودعمها لنصر الله في لبنان وأيضا الدعم الذي تقدمه للحجد الشعبي في العراق وكل الانتهاكات التي تكون بها إيران عبر ميليشياتها في العواصم الأربع التي اعترف أحد أهم رجال خامنئي بأنها إيران ممتدة داخل هذه العواصم الأربع أيضا إيران من خلال العبس بالملف النووي الإيراني وما نراه يعني من تلاعب وتحايل في اجتماعات فيينا الآن حيث تدخل فيه اليوم السامن وإيران تتعمد يعني تفعيل سياسة التلاعب وعدم لعدم الوصول يعني إلى اتفاق واحد يرضي جميع الأطراف إيران حتى الآن وللأسف يعني لم يستطع المجتمع الدولي أن يفرض عليها اتفاقية نووية جديدة أو حتى العودة إلى بنود الاتفاقية النووية السابقة المبرمى في 2015 إيران تلعب أو تضغط على المنطقة من خلال ثلاث أوراق ضغط رئيسية ملف الميليشيات الإرهابية ملف الممرات المائية الدولية العبس في مضيك هرمز ملف الخلايا النائمة ملف النووي الإيراني كلها ملفات إيران تستخدمها للضغط على دول المنطقة لتنمير سياساتها ولنقبل بسلوكها السيء وللأسف تغازل وضعف مؤسسات المجتمع الدولي من يلقبون أنفسهم بجمعيات حقوق الإنسان ضعف الأمم المتحدة الدور المشبوه لمبعوث الأمم المتحدة في اليمن كلها عوامل ساعدت اليمن ساعدت إيران على الاستمرار في سياستها العدائية تجاه دول المنطقة والاستمرار بالعبس بالمنطقة دكتورة سمية تحدثت عن أوراق الضغط العيرانية فيما يتعلق بالملفات التي تحاول من خلالها جني الكثير من المكاسب اليوم سنسلط الضوء عن ماذا تجني إيران من وراء العبث بأمن البحر الأحمر وأيضا أهم المضيقات والممرات العالمية هو مضيق باب المندب سياسة حروب الممرات المائية اعتمدتها إيران منذ عام 2018 بأول استهداف وجهته للسفن ناكلات النفط في ميناء الفجيرة الإماراتية وطبعا سلسلة استهدافات أتت بعدها وكانت مؤشر واضح للجميع أن إيران بدأت تفعيل سياسة العبث بالممرات المائية للضغط على دول المنطقة ما يفعله الآن الإيراني داخل البحر الأحمر هو محاولة للضغط على كل الدول ذات المصالح المتعلقة بهذا الممر المائي المهم يعني البحر الأحمر هو مضيق بوابة لمضيق لباب المندب ومنه بوابة لقناة السويس إذن الموقع الجغرافي نفسه مهم وحساسي يعني مدخل باب المندب هو البحر الأحمر كذلك مدخل قناة السويس بعد ذلك فإذن هو أمن قومي مصري أيضا وأمن مائي مصري أيضا إيران تحاول من خلال فرض سياستها العدوانية وتحريك خلاياها وتعتقد أنه بالسياسة التفخيخ والتلغيم والتفجير هي بذلك تفرض سياستها على المنطقة وتفرض على كافة الأطراف أن يصموا أذانهم ويغمضوا أعينهم عما تكون به من سياسات حمقاء إرهابية داخل الممارات المائية الدولية البحر الأحمر مضيك هرموز مضيك باب المندب كلها أهداف تسعى إيران للسيطرة عليها من أجل أن تفرض على العالم رؤيتها مشروع فارسي قديم نعلمه جميعا تريد إيران استعادته وعلى صعيد آخر إيران وجدت نفسها منبوزة من كل دول العالم وجدت نفسها أن هناك دول انضمت للولايات المتحدة الأمريكية في توقيع العقوبات عليها وجدت نفسها أنها دولة أصبحت سيئة السمعة على مستوى عالمي وأن لم يعود لها الثقل السياسي ولا حتى الثقل العسكري بسبب حركة الانشقاقات العسكرية التي تحدث في صفوف حتى الحرس السوري والمؤسسة العسكرية الإيرانية فلجأت إيران إلى تفعيل سياسة الضغط على المنطقة من خلال رعاية الإرهاب ورعاية الفوضى داخل المضائق المهمة الممارات المائية المهمة البحر الأحمر ومضيك هرموز سابقا ومضيك باب المندب الذي تسعى للسيطرة نعم أشرت إلى إقلاق الأمن وأيضا حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر أيضا التحالف مؤخرا نشر إحصائية تتعلق بقيام بليشيا الحوثي بشن هجمات بمئة زورق مفخخ أيضا تعامل القوات الحكومية والمشتركة وأيضا التحالف مع 248 لغما بحريا هذه الأرقام الكبيرة إلى أي مدى تعكس بأن ميليشيا الحوثي مجرد أداة لتنفيذ هجمات إيران وأيضا إلى أي مدى تعكس أن الأسلحة الإيرانية تصل إلى ميليشيا الحوثي خصوصا عبر موانئ الحديدة هو لا جديد علينا أن نعلم أن إيران تستغل ميناء الحديدة لإمداد عناصرها الحوثية في اليمن بالأسلحة والأسلحة الفتاكة فحضرتك لك أن تتخيل أن ميليشيا إرهابية تحمل أسلحة استراتيجية وقادرة على وتحظى بدعم سياسي ومعنوي ما هو المتوقع غير أن تفسد في الأرض وأن يكون هناك حجم جرائم إنسانية وعسكرية لا يرضها أبدا ولا يتقبلها الأعراف ولا حتى القوانين الدولية الحوثي أدا في يد إيران هذا أمر ليس جدا علينا نعلمه جيدا باعترافات إيرانية عندما يخرج عليك بعض المسؤولين الإيرانيين ليعترفوا أمام قنوات العالم وأمام الإعلام العالمي بأنهم يدعمون الحوثي ماديا ومعنويا وعندما يخرج عليك يعني ممثل الحرس الثوري في اليمن أيضا بتصريحات بلهاء يعني فيها نوع من العجرافة الكاذبة ويؤيدها عناصر حسية بأن عناصر الحرس الثوري هي من تكون بتدربهم وإعدادهم وتأهلهم ودعمهم ماديا ومعنويا داخل اليمن فأي تبجح يريد أن يراه العالم أكثر من ذلك هذا أمر أمر آخر النظام الملالي يجد في الحوثي أداة قوية له للضغط على دول التحالف العربي الدول لها ثقل سياسي ودول لها ثقل اقتصادي وثقل عسكري فوجد الملالي في الحوثي ضلت للضغط على دولة بحجم السعودية وبحجم دولة الإمارات العربية المتحدة ما يفعله وما سيفعله الحوثي في اليمن ما هو إلا تنفيذا لأجندة إيرانية خبيثة ويمكن نوع من أنواع خلينا نقول رجع الصدى يعني كلما حدث كلما ضعف النظام في إيران وجدت الحوثي وباقي الميليشيات الإيرانية في الأربع واصم العربية يتطولون ويضاعفون من حجم الهجمات الإرهابية يضاعفون من التحركات البلهاء والحمقاء داخل دولنا العربية النظام الإيراني الآن على مستوى اقتصادي نحن نعلم جميعا أنه شبه ينهار خصا بعد كورونا وتعريتها لحجم البنية التحتية الضعيفة والاقتصاد الإيراني المنهوب والمسروق من قبل رموز النظام الإيراني النظام الإيراني على مستوى سياسي دكتورة سمية للمزيد من النقاش أن أرحب بضيفي عبر الهاتف العقيد المحلل العسكري والاستراتيجي عقيد يحيى مرحبا بك أهلا وجهلا بك أخي الكريم عقيد يحيى يمن تتمتع بموقع جغرافي هامد هناك أهم المضايق والممرات المائية مضيق باب المندب وهذا الموقع يجعلها ربما محل أطماع الكثير من الدول من ضمنها إيران إلى أي مدى سيطرت ميليشيا الحوثي على موانئ الحديدة تعطي ورق الضغط للنظام الإيراني الذي يتهدد من خلالها أمن وحركة الملاحة الدولية حياك أخي الكريم حقيقة لا يخطأ على الجميع أن اليمن كانت جديما وحاضرا وستظل محط أنظار كل القوى الاجتعمارية وكل القوى التي ترى أن في موقع اليمن الجغرافي حدف كبير جدا سواء من المجال الاقتصادي أو حتى البحري وإيران دولة استعمارية دولة لها أهداف وأجزاء في المنطقة تريد أن تجعل من الدول العربية تحت رحمتها ولذلك سعد إيران إلى السيطرة على مضيق كرمول بشكل أو بآخر وتريد السيطرة على مضيق باب المندب حتى يتسنى لها السيطرة على الجزية العربية ووضع الجزية العربية وتجارتها ونفطها تحت رحمتها وهذا ما تحاول عن طريق جماعة الحدي التي تسيطر على مدينة الحديدة وعلى موانئ مدينة الحديدة نعم عقيدة يحيى يعني بالآمس قامت أو تبنت بالأصح ميليشيا الحوثي الهجوم على صهاريجا المصفح في الإمارات وأيضا مطار أبو ظبي هل ترى بأن هذا التبني هو يعني من أجل كما يقال أن تكون قفاز لإيران وهل من خلال هذا التبني نستبعد فرضية أن يكون هذا الهجوم قادم من الشمال أو من الشرق يعني تحديدا من العراق أو من إيران أولا أخي الكريم مثل هذا استهداف لن يتم بقرار حوثي هو تم بقرار إيراني بحث خالص وتم بأسلحة إيرانية وبأوامر إيرانية وبأياد إيرانية لكن السحال اليوم أمس أكد على أن الطائرات أقلعت أو تم إرسالها من مطار صنعات لكن لا يستبعد أن يكون هناك طائرات أيضا أرسلت من عرض البحر أو أرسلت من مناطق أخرى الهدف هو يعني إيشار رسالة للمجتمع الدولي أن إيران لديها أكثر من دراع وأنها قادرة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة واستهداف الدول العربية ما لم يتم التفاوض مع إيران على مطالبها في عدة ملفات أهمها الملف النووي والملفات الكثيرة الشائكة لكن أنا في اعتقادي أن جماعة الحوثي هي فصيل من فصائل عرض الثوري خارج فدوة دولة إيران وهي تنفذ ما يملأ عليها من إيران وهي لا تختلف على حزب الله وعلى الحشد الفتيحي في العراق الذين يقومون بتأذية ويجبهم المنوط بهم من إيران زعزعة أمن الشكرار للمنطقة العربية هذا التصرف الهمجي والإرهابي أنا في اعتقادي أنه لا يجب أن يمر برور الكرام يجب أن يتم محاسبة هذه الجماعة ولم يتم محاسبة هذه الجماعة بإعتقادي إلا بالدعم كل القوى الوطنية على الأرض وتحريد اليمن من أن تتحول اليمن إلى أكبر منصة لإطلاق الصواريخ وطائرة المشيرة وتهديد المنطقة العربية في حال ما استقر الوضع للجماعة الحوثي لا صمح الله فإن اليمن ستكون دولة إرهابية ترعاها دولة إرهابية أيضا إيران لتهديد المنطقة ولذلك لا خلاص للجميع إلا بتحريد اليمن وتعمين أراضي ويعني برا وبحرا وجوا أرجو أن تبقى معي عقيد يحيى بالعودة إليك دكتورة سمية إلى أي مدى هناك علاقة وروابط بين إقلاق إيران لأمن وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبين المفاوضات الجارية الآن في ذينا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي نعم هي كلها طبعا تحركات للضغط من قبل إيران على دول المنطقة العربية والمجتمع الدولي بدأت بيعني بعض الأفعال الإرهابية والأجندات الإرهابية التي تم تنفيذ أو مخططات الإرهابية التي تم تنفيذها في بعض العواصم العربية تلاها طبعا ما يعني محاولة الهروب بشكل أو بآخر من طولة التفاوض في فيينا بعد طبعا ما أن المجتمع الدولي اجتمع على أن إيران يجب أن تلتزم بالتفاوض وأجل يجب أن تجلس على طولة مفاوضات واحدة ظهر علينا تصعيد إسرائيلي بأنه يجب التدخل عسكريا مع إيران في حال أن إيران يعني استمرت في التعنت ورفض الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف ورفض العودة إلى الاتفاقية النووية السابقة ولن أقول أن إسرائيل يعني حريصة على دول المنطقة ولكن أقول أن إسرائيل تسعى خلف هدف يعني أمر يمسأ منها القومي وهو عدم السماح لإيران بتجاوز نسبة معينة أو لفل معين من تطوير السلاح النووي الخاص بها إيران تم ضخ ألاف من أجهزة الطرد المركزي الحديثة داخل معاملها السرية وتم تطوير السلاح النووي عندها بما يكفي الفترة الماضية ويعني خلال انشغال العالم بكورونا إيران عندما وجدت أن هناك ضغط في اجتماعات فيينا يمارس عليها من قبل المجتمع الدولي ووجدت أن هناك ضغط من قبل إسرائيل بتصعيد عسكري ووجدت أن هناك ضغط أكبر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها النجاح الساحق في الجنوب وتحرير شبوة وكل ما رأيناه من إنجازات لسكور التحالف العربي كل ذلك كان ضغط على إيران طبعا بخلاف الضغط السياسي الذي يعانيه نظام الملالي داخليا وخارجيا والضغط الاقتصادي حتى أن الضغط العسكري أصبح يمارس أيضا على نظام الملالي هناك حالة انشقاق بدأت تظهر ودعنا نلاحظها في صفوف المؤسسة العسكرية الإيرانية إذن كلها ضغطات إيران لم تعبر عن أو تحاول الخروج منها سوى بتنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية بتفعيل مزيد من أوراق الضغط لعلها تجبر العالم على الانصياع وفق رؤيتها أو غض النظر عن كل ما تقوم به من أفعال إرهابية إيران أبدا لن تراجع نفسها أو تتراجع عن الانتهاكات النووية إيران لن تتراجع عن دعمها للميليشيات الإرهابية لأن ببساطة إيران تستمد قوتها من وجود هذه الميليشيات الإرهابية داخل عواصمنا العربية إيران أيضا لن تستغنى أبدا عن تحريك خلايا النائمة والخلايا الإرهابية بإشارة لما ذكرته بأن إيران تحاول أن تفعل أوراق ضغطها من أجل الخروج بمكاسب من هذه الأوراق أيضا الحديث عن الانهيارات الحاصلة للميليشيا الحوثي في شبوة ومأرب أنتقل بالسؤال إلى العقيد يحيى أبو حاتم يحيى يعني ميليشيا الحوثي خرجت قبل أيام بالحديث عن مبادرة إيرانية أنتم كيف تقرأون هذه المبادرة وفي هذا التوقيت في ظل حالة الانهيار التي تشهدها ميليشيا الحوثي وفي ظل المتغير الجديد وهو استهداف منشآت مدنية في الإمارات الله أخي الكريم هي مناورة من ضمن المناورات التي تلقبها جماعة الحوثي ونظام الملأة في إيران حينما تكون جماعة الحوثي في طيقة من أمرها عسكريا وبحاجة إلى إعادة تنفيذ أوراقها وصوصها وتزود بالأسلحة الإيرانية وكما حصل معها في مدينة الحديدة حينما كانت جابقة وصينة وأدنى من السقوط وتحريب مدينة الحديدة هرولت جماعة الحوثي وأدواتها الناعمة في أروجة المهم الزهدى وفي المجتمع الدولي إلى إتفاق ستوكولم ثم انجلبت على هذه الاستفاقية كما انجلبت على كل الاستفاقيات التي سبقتها اليوم يعني شعر من اليوم كانت كل جنوات السابعة لإيران وإذا أضرحها في المنصقة تغرد وأن مأرج قابقوا شينة وأدنى من السقوط بل والهالك كان حسن إرسو قد كتب على صفحة إياسه فيفضر يوما ما بسمر مأرج ثم تراجعت هذه الأدوات الإعلامية ومن وراها إيران وبدأت اليوم تلوح أن هناك مبادرة إيرانية للسلام هي تعلم أن مسألة الحزب العسكري والعملية العسكرية جد أوجعت الأمديشيات وأوجعت مليا كفراء الأمديشيات ولذلك تسعى بهذه المبادرة لتخديم المجتمع الجوزي ومحاولة منها للتقاط أنفاسية وكذلك لعادة ترتيب صفحة أنا بإعتقادي أنه لا يجب أن يخدع الحارب العربي والحفوة الشرعية وكل الكواليمنية ويلدهون مرة أخرى من نفس السحر التي تدعوا من مرارا وتكرارا نحن اليوم أمام مفترق درق يجب أن يستمر الضغط العسكري يجب أن يستمر التصعيف الحسكري حتى يتم تحرير اليمن ما لم أخل حق الكريم إذا مستمرين في نفس السياسة السابقة في التهاول مع هذه الجماعة وفي التهاب إلى الحوارات العقيمة فأنا وأكد لك أن نجيز الدم سيستمر الدم اليمني وأن معاناة اليمنيين سيستمر وستتم المخاطر الإرهابية وقد تطور في استهداف كل الفلاحة البحرية والتجارة الدولية ودول الزوار ولن يتوقف هذا الإرهاب ولا هذا الزمار ما لم يكن هناك حشم عسكري وكثرة هذه الجماعة عسكريا نعلم أن كل المنفاجرات التي تقدم جميع إيران ومضرحة إنما هي للتخدير والإلتقاط الأنفاز ولذلك أنا في اعتقادي أن المجتمع الدولي والتحالف العرامي هو جد وعى جيدا أنه يتعامل مع جماعة لا مؤسك لها ولا أهود ولا يمكن الركون عليها أن تكون هي أداء من أدوات السلام مطلقا هذه الجماعة هي جماعة إرهابية لذلك هي عجائلية متضرفة وشلالية عدنة لا توم إلا بالصوت البنسجية وفي صوتها ولا توم بالصوت الآخر ومسألة الحوار معها إنما مضي عن المحر نعم العقيد يحيى أبو حاتم المحلل العسكري والاستراتيجي كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بالعودة إليك دكتورة سمية كيف تفسرين هذه الازدواجية الإيرانية في المواقف بينما تستخدم أذرعها في المنطقة لإذا جيرانها أكان بتهديد خطوط الملاحة الدولية وحركة الشحنة الدولية أو من خلال برنامجها برنامج الطيران المسير الإيراني في المقابل تقوم وتظهر كأنها حمل وديع وتمد أيديها للسلام كما حدث مؤخرا مع الجانب السعودي بالحديث عن أربع محادثات بين الجانبين والخامسة الآن على الأبواب في العاصمة العراقية بغداد أيضا المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني يقول بأن إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية متوقف على الرياض هذه الازدواجية ما تفسيرها؟ طيب هي ازدواجية طبيعية جدا ومعهودة في السياسة الإيرانية يعني إيران إن كانت تضغط على دول المنطقة العربية بيعني رعاية المشاكل أو رعاية الإرهاب داخل الممرات المائية المهمة ومجرى الملاح الدولي المهم لخلق نوع من الفوضى الخلاقة في المنطقة وهذا مسعى إيراني مهم جدا تسعى إيران خلق الفوضى وخلط الأوراق ولكن يعني قصف مطار أبو ظبي الدولي أو إنه كمان قصف لي منشآت نفطية وإن يروح ضحيتها مدنيين عزل وحجم إصابات وإن كانت إصابات خفيفة ولكن هي إيران تصدر لأتباعها وميليشياتها وأزنابها بأنها ما زالت على قوتها وأن النظام لم يضعف النظام يريد أن يستعد هيبته أمام أتباعه وأزنابه في دول داخل اليمن عفواً داخل اليمن نعم وداخل الأربع واصم العربية وداخل إيران نفسها إيران وإن كانت كل ما تكون به من رعاية أو الضغط من خلال الأوراق الأربع التي سبق وذكرتهم لحضرتك فهو مجرد أنها تريد تصدير فكرة واحدة لأتباعها بأنها مازالت بقوتها وتريد تصدير أيضاً فكرة للمجتمع الدولي بأن النظام مازال في قوته مع أنه على أرض الواقع النظام يعني خسر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من ناحية تانية إيران تدعي أنها تمود يدها بالسلام مع أنها رفضت أكتر من مبادرة سعودية للسلام ولكنها تحاول أن تحسن صورتها أمام العالم ولأن حجم الضربات والضغط الدولي الممارس على إيران وأزنبها في الفترة الأخيرة وكان آخرهم الضغط الإماراتي القوي الذي فعله الشيخ محمد بن زايد في شبوة في منطقة الجنوب كان أكبر صفعة وجهة للنظام الإيراني ووضعته في موضعه الصحيح أمام نفسه وأمام أتباعه من الحسين وباقي الميليشيات في العواصم العربية الأخرى إذن إيران تحاول أن تصدر للعالم بأنها تسعى للسلام وأنها لا تريد أي تصعيد ولكن من ناحية أخرى تمارس كل أنواع الإرهاب كل ما ترعاه إيران في الممرات الملاحية الدولية هو نوع من أنواع الضغط لتوري العالم صورة كاذبة بأن النظام ما زال قوي وأنه قادر على الضغط ومحاولة لكي تضغط على باقي الأطراف في اجتماع فينا بأن النظام قوي وأن النظام لن يتأثر به ما تهددون به من تفعيل عقوبات أمريكية وأنا صراحة أريد أن أذكر نقطة معينة الأمم المتحدة دورها ضعيف جدا في الملف اليمني الإيراني الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يرى حجم الانتهاكات التي يقوم بها الحوسي وتمرير الأسلحة عبر الوكيل الإيراني عبر الميليشيا النظام الإيراني الحاكم ويرى كل ذلك أمام العالم وفي صمت رهيب يعني أنا لأجد له تفسير سوى أن الأمم المتحدة تسعى خلف السياسات معينة ودعم جهات معينة دون الأخرى ولا تلتزم بالحياة دي أيضا نظام بايدن نظام الديمقراطيين أين هو تفعيل العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني بايدن أول ما أتى رفع الحوسي من قوائم الإرهاب نحن نطالب نظام الإدارة الأمريكية الآن بوضع الحوسي في قوائم الإرهاب نعم العقوبات الأمريكية الآن إيران تطالب برفعها من أجل العودة إلى الاتفاق النووي وأن يكون هناك ضمانات من أجل عدم الانسحاب مرة ثانيا من الاتفاق النووي إلى أي مدى يمكن لإيران من خلال أوراق الضغط التي ذكرتها أكان في البحر أو عبر برنامج الطيران المسير أن تخرج بأفضل المكاسب أم أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تفرط بالمكاسب التي تحققت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يا أخي الكريم حتى نضع الأمور في موضحها الصحيح ما تم تطبيقه من عقوبات أمريكية على الاقتصاد الإيراني شمل 20% فقط من الشركات الإيرانية وبعض الرموز من رموز نظام الملالي إذن العقوبات الأمريكية لو هنقول أنها تفعلت على النظام الإيراني سواء كان على مستوى فرض عقوبات اقتصادية أو استهداف شخصيات أو تحجيم شخصيات سياسية معينة من رموز الملالي تم بنسبة من 20% ل30% ومع هذا كان له بعض التأثير نعم على النظام الإيراني ولكنه لم ينجح في تحجيم إيران ومليشيتها في المنطقة إذن إيران عندما تنادي برفع العقوبات الأمريكية هي تعلم جيدا أنها غير متأثرة بالشكل الكافي بهذه العقوبات ودعوة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الأمريكان بأن لا يلعبوا أو لا يكيلوا بمكيالين وعليهم وضع الحوثي في قوائم الإرهاب أحد أهم أكبر مليشيات إيران الإرهابية في المنطقة وهو أمر في وقته وهو أمر صحيح الجميع يطالب به لأنها مليشية إرهابية تحمل أسلحة استراتيجية ومدعومة إيران وإن كانت تحاول أن تفرض بعض الشروط على طولة المفاوضات الآن في فيينا فكرفع العقوبات الأمريكية عنها ورفع أسماء بعض من رمزها من هذه العقوبات منهم أية الله علي خامنئي لتقدر سروته ب 500 مليار دولار ولكن هو نوع من أنواع التحايل ونوع من أنواع الكذب وفن التلون الذي تتكونه إيران ولكنها على أرض الواقع هي تستنزف الوقت لمزيد من الانتهاكات في الملف النوي لمزيد من دعم الذي تقدمه للمليشيات الإرهابية التابعة لها إعادة بناء صفوفها في اليمن من جديد إعادة توازن قوتها في اليمن من جديد ضخم مزيد من الأسلحة عبر الحديدة وغيرها إلى اليمن من جديد نعم نعم الدكتورة سمية عسلاء الكاتبة والباحثة السياسية شكرا جزيلا لك والشكر دائما وأبدا لكم عزيزي المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم